موسيقى من الميادين هذه النشر الرياضي المفصلة السلام عليكم برقصة الفايكينغ التي نشرها لعبو ايسلندا وجمهورهم اختتم المنتخب البرتغالي احتفاليته الشعبية في العاصمة لشبونة أجواء رائعة جمعت بعثة بطل اليورو بالحشود الغفيرة التي غنت ورقصت مع الابطال احتفالا بالانجاز العريق رونالدو كانت له كلمة في المناسبة شكرت فيها التاقمين الفني والاداري واللاعبين على مجهودهم واثنى على المؤازرة الجماهيرية الكبيرة التي منحت كتيبة فرناندو سانتوس زخما كبيرا على حد قوله بعد الانتشار الواسع لفيديو الطفل المشجع البرتغالي عقب نهائي اليورو ماتيوس ابن العشرة عوام يكشف عما ظهر بن حديث بينه وبين المشجع الفرنسي ماتيوس واسى الشابة الفرنسية لشدة بكائه عقب الخسارة ديوق وقال له اتفهم مشاعرك انها مجرد مباراة الفتى البرتغالي الذي فرح بالشهرة التي حصدها في 48 ساعة اعرب عن حزنه لمشاهدة اناس يبكون لذا اقدم على خطوة به غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة السوبر الاوروبية بات شبه مؤكد صحيفة الاسبانية قشفت ان البرتغالية سيغيب شهرا عن الملاعب ما يعني عدم لحاقه بمباراة ريال مدريد واشبيليا المقررة في التاسع من الشهر المقبل حيث كانت عرضت دون لايصابة قوية في نهائي كأس امم اوروبا امام فرنسا واظهرت الفحوص الطبية تعرضه لالتواء في اربطة ركبة اليسرى اما الان فجولة على الصحف مع عبد الرحمن عز الدين فضل عبد الرحمن شكرا لك محمد السلام عليكم مشاهدين نبدأ جولة الصحف من اسبانيا وغلاف صحيفة ماركا حيث حمل العنوين التالية جريزمان يعترف باحقية رونالدو بالكرة الذهبية كريستيانو لا يشارك في كأس السوبر الاوروبية لوكاس سيلفال لن يعتزل بسبب مرض القلب وانشلوتي يبدأ مرحلة جديدة في الباييرن ونقرأ ايضا ترحيب من الاتلتي بعودة دييغو كوستا نبقى في اسبانيا مشاهدين حيث كشفت صحيفة سبورت الكتالونية ان برشلونة الاسباني مهتم بالتعاقد مع جونس هيكتور لاعب كولن الالمني ليكون بديلا لالبا في الموسم المقبل قرار البارسا يعد مفاجئا ولا سيما ان هيكتور لا يعد من اللاعبين المميزين في مركزه اذ انه لم يتمكن سوى من اتقان عرضية واحدة من ثلاثين عرضية لعبها برفقة منتخب المانيا في كأس اوروبا من اسبانيا الى انجلترا التي كشف فيها مينو رايولا وكيل اعمال بول بوكبا في حديث مع صحيفة التايمز ان اللاعب الفرنسي قد يجدد عقده مع نادي يوفينتوس خلافا لكل التوقعات رايولا اشار الى ان بوكبا ليس في عجلة من امره بالرغب من اهتمام اندية اوروبا الكبرى بالتعاقد معه واكد ان فريق سيدة العجوز مهتم بتجديد عقد ابن الثلاثة والعشرين عاما الى فرنسا مشاهدين حيث حاولت صحيفة لكيب تناسي الاحزان التي تعيشها البلاد بعد خسارة نهائي يورو 2016 الصحيفة رأت ان الوقت الان بات لتصفيات كأس العالم المقبلة والوصول الى تلك البطولة بعد عامين خاصة ان منتخب الديوك يملك لاعبين مميزين امثال جريزمان وبوكبا وكانتي الختام مشاهدين في جولة الصحف سيكون من مصر وعنوان صحيفة اليوم السابع ونقرأ شهادة عضو المصري تنصف حسام حسن في واقعة الاعتداء على امين الشرطة ومع هذا العنوان من اليوم السابع المصرية نختم جولة الصحف ونعودوا اياكم الى محمد شكرا لك عبد الرحمن بول بوكبا سعيد في يوفنتوس وامكانية تجديد عقده مع النادي الايطالي قائم خبر اعلنه مينو رايولا وكيل عمال اللاعب الفرنسي في حديثه الى التايمس رايولا اشار الى ان بوكبا ليست في عجلة من امره بالرغم من اهتمام اندية اوروبا الكبرى بالتعاقد معه مؤكدا ان فريق السيد العجوز مهتم بتجديد عقد من الثلاثة وعشرين عاما احدث التقارير الصحفية امس اشارت الى ان يوفنتوس رفض عرضا خياليا من مانشستر يونيتد بقيمة 132 مليون يورو للتخلي عن بوكبا بعد غياب دم عاما كاملا اشرف الاطالي كارلو انشيلوتي على اول حصة تدريبية له بعد تسلمه دفة بايرو مينيخ خلفا لبابي جورديولا ابن سبعة والخمسين عاما قدم طاقمه التدريب المساعد على وسائل الاعلام وقضح حصته التدريبية بحضور عدد من نجوم بايرن على رأسه مروب وريبيري وتشافيا لونزو وفليب لام ويطمح انشيلوتي لتعويض ما فشل به جورديولا بالظفر بدور ابطال اوروبا بعدما سبق له التتويج به مرتين كلاعب وثلاث مرات كمدرب مع ميلا وريال مدريد في غزة انطلقت بطولة ريتش الكوري لقدام اللاعبين في كرة القدم احياء لذكرى رحيل الناشطة وتأكيد على حقوق لعبين القدمة تكريب المتضامنة الامريكية الراحلة ريتش الكوري التي قتلها الجيش الاسرائيلي في رفح قبل اعوام هو هدف هذه البطولة التي يسعى القائمون عليها ايضا الى الاحتفاء بنجوم كرة القدم من قدام اللاعبين في غزة عشرات اللاعبين القدامى من مختلف الاندية الغزاوية عادوا مجددا الى المستطيل الاخضر بعد استراحة محارب يتنافسون اليوم ويحيون ذاكرتهم المليات بالحيوية والنشاط بروح شبابية وهمة عالية في بطولة ينظمها متطوعون بهدف اعادة دمج هؤلاء اللاعبين في المجتمع الكروي واحياء ذكرى رحيل الناشطة الامريكية ريتش الكوري تهدف هذه البطولة الى تخليل ذكرى ريتش الكوري وتوصيل رسالة السلام والعدالة التي حملتها ريتش الكوري بالاضافة الى الوصول الى مرحلة من الدمج المجتمع لللاعبين القدامى في غزة وتسليط الاضواء على المساحة التي لابد ان نمنحها لهم في ظل هذا الحصار تسليط الضوء على احتياجات اللاعبين القدامى في ظل حالة التهميش والتجاهل الرسمي هدف البطولة التي يأمل المشاركون فيها ان تصل رسائل الامن والسلام التي حملتها الراحيل كوري في مسيرة دفاعها عن الابرياء الى العالم كله من وسط الرسالة للعالم كله ان احنا شعب مناضل اصحاب قضية تمام ونرحب جميع الناس اللي شاركون في هذه القضية وهذه المعاناة اللي احنا بنعانيها فتخليدنا لذكرى هذه المناضلة احنا بنعمل بطولة سنوية ونأمل ان هذه البطولة تكون سنوية وفي مؤسسات فلسطينية مؤسسات نضالية تتمنى هذه القضية بعد خروج اي لعب من النادي تبعه يفقد اي اهتمام يفقد اي اهتمام فيش اي تواصل مع القدامى بشكل جميع الاندية حتى وحتى من الوزارة هناك تهميش كامل سواء باهتمام في قامة بطولات لهم او اهتمام برعاية اجتماعية او صحية وبالنظر الى حالة الرياضة الفلسطينية فان اكثر ما يخشاه هؤلاء اللاعبون ان يؤثر الانقسام على ايجاد حلول جدية تضمن حقوقهم في حياة اكثر استقرارا احمد غنم غزة الميادين بعد 19 موسما في دور كرة السلة الامريكي للمحترفين الاملاق تيم دانكين يعلن اعتزاله اللاعب نهائيا صاحب الاربعين عاما لم يلعب طوال مسيرته الا لفريق سانانتونيو سبيروس احرز معه لقب الدور خمس مرات وحصل على لقب افضل لعب في البطولة مرتين شارك دانكين خلال مسيرته 15 مرة في مباراة كل النجوم وكون مع الفرنسي توني باركر والارجنتني مانو جينوبيلي الثلاثي الكبير الابرس في عالم التنس نيكولاس الماقر يتأهل الى دور الثاني من بطولة هامبرغ الدولية من بوابة تشيكي يانس ساترال اللاعب الاسباني حسم اللقاء بمجموعتين بواقع بل مجموعتين الواحدة بواقع 6-3 و 3-6 و 6-2 الماقر ضرب موعدا في الدور المقبل مع الفرنسي بول انري ماتيو الفائز على النمسوي جيرالد ميلتزر عبدالعاطي الكدير عداء مغربي يحلم بالذهب الأولمبي لم يسل لعابه امام المغريات الخارجية لتجنيسه يتمسك بجذوره ويسعى الى تشريف بلاده في اخر ظهور أولمبي له هشام القروج كان اخر عداء يردد النشيد المغربي في الألعاب الأولمبية بعد سنتين عشرة سنة من الغيابات عن منصات الأولمبياد يعلق المغاربة امالهم على عبدالعاطي الكدير نزيف حد ضرب أم الألعاب في بلاد الأطلس الصعوبات المادية جعلت الكثير من الأسماء ترفع راية دول أخرى أخيرهم الصديق ميخو الذي سيدافع عن ألوان البحرين بين أشجار ومرتفعات مدينة إفران يستعد إكدير لخوض منافسات ألعاب ريو دي جينيرو الميداليات الذهبية الهدف الأسمى وتاليا إعادة المغربي إلى منصات أم الألعاب سباقاني قد يخوضه ماء كدير في المضمار البرازيلي الألف والخمسمائة متر وهو حامل برونزيته في أولمبيادي لندن قبل أربع سنوات والثلاثة آلاف متر يتدرب إكدير لأربع ساعات يوميا مقسمة إلى حصتين صباحية ومسائية حيث يقطع نحو المائة والعشرين كيلو مترا كل أسبوع أولمبياد ريو قد يكون الفرصة الأخيرة لابن مدينة ورزازات وخصوصا أن أكدير لم يتراجع مستواه كما باقي أخصامه يخضع لحمية جذائية صارمة تأثرت في شهر رمضان بسبب الصوم الذهب الأولمبي حلم يتراء للعداء ابن التاسعة والعشرين فرصة قد لا تتكرر أمام رياضي آمن بموهباته وبأرضه ويطمح لتشريف العربي قبل اعتزاله إلى بانكوك وصلت اليوم بعثت فريق الميادين المشاركة في البطولة الأسيوية لكورة القدم داخل الصلت في أجوائنا خوية مارحة وترقب للأيام المقبلة وصل اللاعبون إلى الفندق أكثر من عشر ساعات طيران أرهقت لعبي البرتقالي لكن نجوم الميادين أصروا على خوض ودية نفط الوسط العراقي المقررة بعد نحو ربع الساعة من الآن مباراة قد تهيئ الأجواء لانطلاق البطولة في الخامس عشر من الشهر الحالي وكان الميادين حصل على دعم كامل من الإدارة قبل السفر والبدء بخطوة الألف ميل طبعا تمنياتنا لفريق قناة الميادين بالتوفيق في رحلته الأسيوية كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية في نشرتنا المفصلة نشكر لكم حسنا متابعة والسلام عليكم